النهاردة كان من المفترض يكون فيه مؤتمر صحفي لمباراة الوداد والزمالك اللي اتحاقم في كازابلانكا لكن تم تأجيل المؤتمر الصحفي في وجود كارتيرون بكرة ان شاء الله الساعة 11 ونص الصبح كمان احمد مرتضى بيحفز لعيبة الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربي وعايز اقول والله احمد مرتضى من الشخصيات المحترمة جدا المؤدب جدا اللي بيحترم كل الناس واحمد كمان من الناس اللي وشاء حلوة على الفرقة انا فاكر احمد مرتضى كان سافر السوبر المصري كرئيس بعثة السوبر المصري بعد السوبر الافريقي في فبراير الابل اللي فات مما الزمالك استطاع ان يفوز على النادي الاهلي في السوبر المصري بدربات الجزاء الترجحية وشه حلو وسافر مع الفرقة اكتر من مرة ان شاء الله باذن الله يكون وشه حلو في المطش ده باذن واحد احد تدريبات بدنية قوية في مران لعبة الزمالك وكمان كارتلون عمل فقرة خططية قبل مواجهة الوداد وبصوا جماعة هناك بيتقال جلسة بعد مباراة الوداد عشان نقعد مع ابو جبل جلسة مع اخو اشرب بن شرقي في ظل تواجد الفرقة في المغرب سيبكم القصص دي كلها والراغي كتر والكلام كتر اللي هيجدد هيجدد واللي مش هيجدد مفيش مشكلة الزمالك بقوته بقدراته باسمه يجيب اجمد من اي حد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله او يبقي على اللعب الجامد اللي عنده فعلا رغبة انه يفضل في نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله اشتركوا في القناة